اهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى ومادة الساينز اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الكميكال بوندس اللي هي الروابط الكيميائية وكننا بنتكلم عن الايونيك بوند والكوفيلانت بوند تمام والنهاردة برضو هنراجع على جزء منهم لان هم مرتبطين بدرس النهاردة الكميكال ايه كومباوندس اللي احنا هنكمل فيه النهاردة هناخد منه جزء بتكملة للدرس اللي فات تمام بس قبل ما نيجي نبدأ الدرس الجديد حبا ان انا اشكر الطلبة اللي هم اختبروا نفسهم كده ويجابوا درجات عالية جدا طبعا هم مش كدبين اسماءهم كاملة دي اسماء اللي هي موجودة جات واعلى درجة عالية وبعدين احمد وامي فكل مرة ان شاء الله في الحلقة هيكون فيه تست بعد كل درس عشان نشوف مين اكتر ناس جابت وقدرت ان هي تستفيد من اللي احنا اخدناه طبعا البرنامج عندك اللي كنت بتتعامل معاه بيقيس حاجتين بيقيس سرعتك فيه الاجابة وبيقيس الاجابات الصحة طبعا فممكن يعني لو انت درجة او كده هو بيجيب لي اعلى 3 درجات او اعلى درجتين بالنسبة للعدد اللي كان بيشارك فيه الامتحانات فكل ان شاء الله حلقة يعني هنشوف مين فيكم بقى هيجيب اعلى درجات عشان احنا ايه نعلن اسماءهم في كل حلقة وحاول تكتب اسمك كامل عين عشان نبقى عارفين علي ايه بقى وامي ايه واحمد ايه تمام طيب تعالوا نبص بقى النهاردة هناخد جزء كده من الكيميكال بوندس اللي احنا خدناها الجزء اللي فات عشان نراجع عليها عشان هي مرتبطة بالجزء بتاع النهاردة بشكل ايه كبير جدا طيب خدنا المرة اللي فاتت زي ما احنا كنا نتكلمين عن الايونيك بوند والكوفيلانت ايه بوند وقلنا ان الايونيك بوند دي تكون معمولة ايه تزا بوند ريزولتين فروم ايه the electric attraction بين البوزوتيف ايون والنجاتف ايه ايون وحنا كده منقلنا من المرة اللي فاتت ايونيك يعني هي بتتعامل مع الايون بتتعامل مع الايون والايون ده قلنا ايه اتم بيحصل فيها يبقى ياما هي بتكتسب او ان هي بتفقد وهي طالما ايونيك يبقى ما بين ايونات يبقى هي طالما ما بين positive ion وnegative ion يبقى يكيد ما بين ايه متل وايه ونان متل تمام طبعا اللي بيكتسب بيبقى نيجاتف ايون اللي هو دايما بيكون النان متل حتى ان وان واللي بيفقد بيكون اللي هو positive ion عشان ان هو عدد ال positive بيكون اعلى من النيجاتف ايه الالكترونز طبعا اللي هي بتبقى موجودة outer a في الاوتر موست طيب لو جينا اخدنا مثال اللي هو الايه كولوريد السوديوم او السوديوم كلورايد اللي هو موجود قدامك الان ايه زي ما انت شايف ان هو بيفقد one electron عشان كده تحول ل positive ion والكولورايد اللي هو الكلور 287 حيكتسب اللي فقدوا من السوديوم وحيتحول ل ايه سوديوم كولورايد تمام برضو مغنيزيوم اوكسايد هي نفس الفكرة المغنيزيوم هيفقد ايه loses two electrons في outer most levels اللي بيكون في مستوى الطاقة الخارجي والاكسجن هيحصل ان هو ايه gains to a electrons جميل جدا طيب واخدنا الكوفيلانت بوند وقلنا انه هما كام نوع single و double و triple ثلاث انواع موجودين عندي وقلنا ال single بيكون انه هو اما اكتسب طبعا هما هنا ما مش بيكتسبوا او بيفقدوا زي الايونيك بوند اما الهنا بيحصل بينهم ايه shares تمام يبقى single covalent bond هيحصل ايه shares ايه one electron طب double two electrons طب triple three electrons تمام يبقى عندي ال covalent bond it's a bond occurred among the atoms of non metals اللي اتنين بيكونوا ايه non metals تمام through the participation of each atom with the same number of electrons to complete the outer electron most of each ايه atom يبقى كل واحد فيهم بيعمل share بالالالكترون اللي هو ايه محتاجة عشان يكون مستوى الطاقة الخارج ودي single عندي covalent bond دي bond between two non metals بقمى بين two non metals where each atom shares ايه one electron كل واحدة فيهم بتدي ايه one electron زي ما انتو شايفين كده الهايدروجين عنده ايه one electron واللاتنين كل واحد فيهم شارك بايه بالone electron بتاعهم لانه كل واحد فيهم محتاج ايه one electron بس عشان يوصل لطاقة لمستوى الطاقة الخارجي انه هو يكون ايه stable او فيه الحالة المستقرة والdouble covalent bond زي الاكسجين اللي اتنين two non metals كل واحد فيهم shares the others with a two electron double يعني اتنين يبقى شاركني بايه بtwo electron ليه لو انا جيت وزعت الاكسجين هو 8 صح الاتوميك نمبر بتاعه ايه 8 لما بايجي اوزعه في مستوى الطاقة كيه بياخد ايه 2 تمام يبقى هنا ايه 2 ومستوى الطاقة الخارجي بيكون ايه 6 يبقى هو محتاج كام محتاج two electron محتاج ايه two electron عشان يوصل لل8 تمام يبقى كل واحد فيهم هيديني كام two electron كل واحد فيهم هيديني two ايه two electrons طاقة طاقة الترابل كوفيلانت بونت برضو كل واحد بيعمله ايه share مع بعض ليه عدد الالكترون اللي هما محتاجينها لو جينا بصينا على النيتروجين هو الاتوميك نمبر بتاعه seven يبقى two five يبقى محتاج كام الالكترون عشان يوصل ليه مستوى الستيبل هيبقى محتاج three electrons three electrons يبقى كل واحد فيهم هيشارك بيه بthree electrons طاقة صعب الكلام ده طاقة درس النهاردة معتمد على اللي فات بنتكلم عن النهاردة على مفهوم جديد اسمه valency valency يعني التكافؤ ده number of electrons that and atoms gains or loses or even shares during a chemical reaction يبقى دي عدد الالكترونات اللي بيفقدها او يكتسبها المفروض الاتوم خلال التفاعل الكيميائي او حتى لو هيشارك ايه بيها تمام يبقى التكافؤ هو valency it is the number of electrons that an atom gains loses or even shares during a chemical reaction يعني احنا لو جينا افتقرنا في الionic bond اللي احنا يستقلنها من شوية قلنا هايبقى السوديوم بيفقد ايه one electron يبقى الفلانسي بتاعت السوديوم كام one electron لان هو ايه loses هنا ايه one electron تمام طيب لو جينا افتقرنا برضو ايه عندي اللي هو الماغنيزيوم مثلا او الكلور الكلورايد اللي هو موجود عندي 17 287 ده كبه محتاج ايه هو loses save 7 ولا gains one electron طبعا اسهله جدا ان هو يكتسب ايه gains one electron يبقى الفلانسي هنا بتاعت الكولورايد هتبقى ايه one طب الماغنيزيوم two a two تمام طيب لو انا جيت عايزة يبقى هنا هيحصل ايه اسهله ان هو gains or loses gains هيكتسب 6 ولا loses الاثنين اسهله طبعا ان هو loses two electrons لان هو من هنا ايه ده مثل ولا نان مثل طالما outer most ايه less than four يبقى على طول ايه مثل تمام يبقى اسهله اللي هو هيفصل ايه حيفقد loses two electrons او حتى لو shares زي ما حصل في الكوفيلان سواء بالsingle او double او triple كل واحدة فيهم كانت مفروض ان هي ايه السingle كانت مفروض مفضل ها one electron يبقى كل واحدة فيهم shares a one electron طب double كانت shares a two electrons طب triple shares a three electrons which a other تمام نيجي بقى نبص على the outermost of an atom the outermost of electrons دايما هو اللي بيحدد determine its a valency يبقى المستقى الطاقة الخارجي لاي atom هي اللي بتحدد ال valency بتاعة الاتوم اللي عندي يعني لما باجي اوص على السوديوم عندي outer most بتاعة اللي برة دا كام one يبقى دا على طول ال valency بتاعة ايه هيبقى ايه وحادي اكيد طيب عندي هنا مثلا ال oxygen يبقى هنا يبقى فاضله كام two electron يبقى مستقى الطاقة الخارجي بيحدد للا ال valency بتاعتي the outermost electrons عشان ممكن يجيب لك right or wrong يشوفك عارف مين اللي بيحدد عندي determine the valency بتاعتي طيب طبعا هي دي موجودة عندكم في كتاب المدرسة فهاش اي حاجة دي المفروض حضرتك بتكون لو انت حافظ ال atomic number بتاعة الحاجة دي المفروض ان هي بتكون سهلة بالنسبالك جدا انك انت تحدد ال valency بتاعت كل واحدة فيه يعني احنا مثلا لو هنيجي نتكلم عن lithium مثلا lithium ايه 3 لو جيت وزعته هيبقى 2 1 يبقى هنا عندي ال valency بتاعته هتبقى ايه 1 تمام لانه لانه loses ايه 1 electron في ايه في الاوتر most طب السوديوم او البوتاسيوم طب البوتاسيوم كام 19 تمام طب 19 دي هتتوزع ازاي 2 8 8 1 يبقى 2 8 8 1 يبقى ال valency عندي هنا ايه هتبقى برضو ايه هيفقد loses 1 electron يبقى ايه هيبقى بال valency بتاع 1 طيب الكالسيوم عندي برضو الكالسيوم 20 2 8 ادي 10 تمام و 8 2 يبقى اخر عندي هنا ايه يبقى 20 يبقى برضو ال valency بتاعه هيبقى ايه 2 تمام يبقى خلي بالك من لو انت حافظ ال atomic numbers من الترم الاول هتلاقي ان بالنسبة لك عندك ال element هتبقى بالنسبة لك سهلة جدا انك انت ال atom بالنسبة لك هتبقى سهلة جدا ان انت تحد تعايف فيها ال valency وبقدر احد ال valency منين من outer most level ال numbers of electrons اللي موجودة ايه يا ترى هي loses ولا عشان يوصل لل stable لا كمام برضو لو جينا هنلاقي ان في عناصر بيكون او atoms ممكن تكون ازرات لها اكتر من valency ده بتبقى ناتج عن ايه بتكون مثلا عادة مثلا هتلاقي زي الكاربون مثلا هتلاقي ايه 2 و 4 و 6 هتلاقي ال valency هتبقى ده مثلا هيبقى 16 عندك الكاربون هيبقى 4 يبقى ال sulfur عندك ال valency بتاعه 2 or 4 or 6 ليه هو بيبقى 16 بيبقى 2 8 6 يبقى لو اكتسب 2 electron يبقى لو اكتسب 2 electron يبقى ال valency بتاعه 2 لو هيكتسب لو هيفقد 6 مثلا هيبقى 6 طبعا اللي هم بيبقى ليهم محتاج ان حضرتك بس تركز عليه ومتفضل لان دول هم دول على جير العادة اللي هي موجودة لل atom اللي هي او العناصر اللي موجودة عندي تمام وخصوصا عندك برضو الحديد اللي هو fe طيب النوبل جازز بقى تفتكروا ال valency بتاعتها بكون ايه the valency of noble gazes is ايه zero بتبقى a zero ليه لان their outer electron most levels is completely filled with a electron دايما مستوى الطاقة الخارجي بتاعها بيبقى دايما مكتمل بالالكترونات فهو ولا loses ولا gains ولا shares ولا هو بيفقد ولا هو بيكتسب ولا هو بيشارك ايه the other elements تمام ما بيشاركش اي عناصر اخرى معاه يبقى دايما ال valency of noble gazes بيكون ايه zero تبقى ايه zero ليه عشان the outer most بتاعها level بيكون completely filled with a electrons دايما بيبقى مكتمل بالالكترون طب تعالوا كده ناخد كمثال عندك ال neon مثلا 10 لما بيجي ان انا اوزعه يبقى 2 8 تمام 8 تبع خلاص هو وصل لل8 انا مش محتاجة ان هو لا loses ولا gains تمام يبقى هنا zero ال valency بتاعته zero هو ما خدش حاجة من حد الارجو النفس الحكاية 18 الاتomic number يبقى 288 يبقى هو برضو outer most liver برضو is completely filled with electrons مكتمل برضو بالالالكترون ودايما نحاول انك انت تحفظ الالامنت من 1 2 20 في periodic table في الجدول الدوري عشان تسهل على نفسك جدا حتى الدرس ال valency طيب نيجي بقى الجزء تاني اسمه الاتomic group الاتomic group ده it's a set of atoms joined together conducting the behavior of one atom during a chemical reaction having its own valency and it is not existed a lonely أو هي ما بيكونش بيكون لوحدها طيب لو جينا قلنا الاتomic group بتبقى عبارة عن ايه لا دي شوية عناصر بتبتحد مع بعضها او زرات بتبتحد مع بعضها وبعد كده بنتعامل معها كحاجة واحدة الفلانسي بتبقى ايه واحدة جدا لان هي بتبقى اتوم group يعني ايه خلاص بقى دي مجموعة مع بعض يعني مثلا زي الهيدروكسايد و h تمام خلاص دي شوية عناصر اتحدوا مع بعض بيتعاملوا كأنهم one atom دلوقت الفلانسي بتاعتها ايه بتيجي one طيب هل انا عايز افهم هو انت مش عليك كده عشان ما تنك انت ما تتلغبطش تمام بس لو انت حابب تفهمها هي عموما الاكسجين لو احنا بصينا الفلانسي بتاعه بتبقى ايه two و الهايدروكسايد ايه one تمام لما بتي انك انت هتعملهم من بعض هتلاقي الفلانسي بتاعت ايه one تمام عشان ما تلغبطش نفسك وما تعقدش الدنيا عليك لا يعني الاتومي هي دي بتاعتها بتاعتها تكون كلكم لازم ايه تحفظوها وهي سهلة جدا مش محتاجة اي تعقيد عندك اللي هو بيبقى الاحادي زي الهايدروكسايد نايتريد بيكربونيت عند الامونيوم و نايتريد عند السلفيت ده بيبقى سنائي والكربونيت وال ايه الفوسفيت نمام طيب تعالوا بقى نيجي لجزء مرتبط بيهم شوية اسمه الكميكال ايه فورملا ازاي اكتب رمز كيميائي او معادلة كيميائية ده هنتعرف معاه ونعرف نعد عدد الزرات اللي موجودة ونعرف يا ترى كل الاتومز اللي موجودة قد ايه وهل كلهم مختلفين وايه انواعهم ده اللي هنعرفه في الكميكال ايه فورملا الكميكال فورملا which express the numbers of atoms and their types بتقول لي بتعبر لي على ال numbers of atoms اللي موجودة عدد العناصر اللي موجودة وال types النوع بتاعها يا ترى هو هيبقى اصد ماذا ولا اوكسايد ولا مثلا هيبقى سولتس ده هنعرفه الحلقة جاية اكتر لكن المرة دي ان احنا بس هنركز على الكميكال فورملا اعرف ازاي ال number of atoms اللي موجودة طيب يعني لو جيت مثلا ادي لما ييجي اقول لك complete the missing parts ادي مثلا ده حاجة كده صوديوم كربونيت تمام مين اللي موجود عندي هنا انا عندي صوديوم وعندي كربون وعندي الاكسجين يعني عندي كام اتومز موجودة عندي ثلاثة عندي كام elements عندي ايه ثري اللي هما الاكسجين يبقى كام عنصر عندي موجود هما التلاتة اللي موجودين عندي دول طيب ال number of atoms اللي موجودة بقى عدد الاتومز اللي موجودة جوه لا ده كام ال number عندي الصوديوم كام اتنين 2 والكربون 1 والاكسجين كام 3 تمام يبقى كلهم على بعض كده ادي عندي 3 وده 4 وده 2 يبقى كلهم 6 تمام دي برضو موجودة عندك في كتاب المدرسة بنفس المنظر ده عشان لو انت حابب انك انت تتابعني في الاسئلة اللي موجودة او لو هي مش ظهرة قدامك قوي يعني بس انا حابيت هجيبالك زي ما هي موجودة عشان تقدر تتابع برضو لو جينا كبر كربونيت هتلاقي ان الكبر ايه سي يو ده وان المنت كده كربون تو المنت ويه اكسجين يبقى ثري المنت يبقى كام المنت عندي ثلاثة طيب الاتومز اللي موجودة عددها كام السي يو كام اللي هو الكبر واحد والكربون هدي اتنين والاكسجين كام واحدة ثلاثة يبقى كلهم كام على بعض 5 طيب السوديوم هيدروكسايد برضو تعال نبص كام المنت موجود انا بشوف كام المنت مختلف يبقى عندي سوديوم عندي اكسجين عندي هيدروكسايد عندي تلاتة طب يا طرى عددهم بقى كلهم كل واحدة فيهم بواحدة يبقى ايه تلاتة طيب الماغنزيوم هيدروكسايد دايما الهايدروكسايد اول ما بلاقيها عشان تبقى ليك قعدة بعد كده دايما بلاقي في الفورمولة بتاعتها بتكون ايه او اتش يعني انا ممكن يجيدي في الامتحان يجيبلي وانا اكتب اوه وطالب مني ان انا اكتب ايه اسمها او يجيبلي الاتنين عادي جدا او يجيبلي وطالب مني بس ان انا احدد والنمبر والنمبر جدا انك انت تبقى عارف الاتوميك جروب اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية كل واحد فيهم بيبقى اسمه ايه يعني الهايدروكسايد او اتش لما لقيه يبقى عارف ان اكتب الفورمولة بتاعت العنصر دوت او المركب اللي موجود قدامي ان فيه هيدروكسايد تمام يبقى النايتريت برضو نفس الحكاية شفت الرمز الكيميائي بتاعه يبقى اكتب ايه نايتريت تمام يعني لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الهايدروكسايد كله في ايه او اتش تمام الكاربونيت سي او سري تمام لو انت حافظ الكلام ده بالنسبة لك الدنيا هكون ايه سهلة جدا فهي محتاجة منك وتعرف برضو اذا كانت هي او حادي او سنائي او سليسي او رباعي يعني عشان تعرف الفرق ما بينهم تمام برضو نفس الحكاية يبقى انت لما بتيهي بص على النامبرز اوف اتومس بص على العادات كل واحد فيهم قد ايه جوه لأيه الفورما يعني كم اكسجين موجود كم كاربونا كم مثلا لنحاس كم سوديوم وهكذا تمام العناصر اللي موجودة موجودة كم عنصر موجود يا ترى واحد ولا اتنين ولا تلاتة عشان اقدر ان انا اعرفهم طب انا يا ميس هقدر افرق ازاي يعني ممكن ان انا بص مثلا للألمونيوم صالفيت اروح اقل الايه والاليه ده عنصر وده عنصر لا ما هو انت لو حافز الرمز الكيميائي بتاعه بتاع الالمونيوم مش هتقول لي كده الالمونيوم يبقى ده واحد ايه عندي الكابريت الصالفيت ده الاس الاكسجين ده تلاقي يبقى كده مثلا عندي تلاتة اللي اكتب ارباها يبقى ما كانش عارف تمام وهكذا ماشي طيب برضو هتبقى انت هنا بعد المفروض الجزء اللي احنا تكلمنا عليه لو انت حابب انك انت تيجي تختبر نفسك في الجزء اللي انت خدته النهاردة بتاخد برضو بتصور الشاشة بالنسبالك عشان انك انت بعد كده تعمل لها سكانت باي موبايل عشان تقدر انك انت تشوف وصلت نفسك في ايه في الدرس ده و ايه اللي ممكن يكون واقع منك ومش عارفه تمام وبعد كده بتحدد الدرجات وزي ما احنا بنتكلم ان احنا بنتكلم في ايه ان هو بيقيس عندك السرعة و بيقيس عندك الايه الاجابات الصحة اخر حاجة لو انت حابب تسألني اي حاجة بمفروض برضو نفس الحكاية بتاخد سكرينشوت للشاشة دي بانه انت بتصورها مثلا وبعد كده بتعمل لها سكانت باي برنامج QR كود ريدا تمام اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا حلقة النهاردة وقالقاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقة جديدة ومادة الساينز في برنامجكم مدرسة على الحوام شكرا شكرا